موسيقى مساء الخير بدي يعيد اللبنانيين بيعيد الفتر السعيد واتمنى لهم الخير والخير للرياضة اللبنانية وللرياضيين اللبنانيين حلقة اليوم من ريبلاي بجزء الاول رح نحكي فيها فوتسل مع فريق فوتسل برو توفير يلي وصل لنهاية كاس لبنان ولنهاية بطولة لبنان رح يواجه جونية بسلسلة من خمس مباريات بالجزء الثاني من ريبلاي البطل اللبناني الواعدة ورد سلمان عم تحقق نتائج مميزة اخرون ميدالية برونزية بدورة مكدونيا للتاكواندو ببداية هلأ هلأ أحسين غنام مدرب فريق فوتسل برو اللي صار اسمه توفير ليش نقل من فوتسل برو لا توفير أول شي يعطيك ألف عافية ومارسي على الاستضافة أهلا وسهلا فيك هلأ الفريق اسمه توفير ما بقفش اسمه فوتسل برو وكان الفريق هي رخصة نادي حمين سابقاً لأن اسم ما بده طابع ما بدنا طابع سياسي لطابع طائفة ولا شيء أبداً فضلنا نسميه فوتسل برو جاي من كلمة برو فوتسل كمان هو فريق يكون بمراحل متقدمة ما قلوه ولا طابع كلمة هيك رحنا على اسم فوتسل برو بالوقت الحالي صار اسمه توفير ليتابع لمؤسسات توفير للأستاذ رامي بيطار نعم هالنقلة مفيدة ولا هالنقلة تجارية يعني عم بحكي مفيدة رياضياً لمستقبل النادي لا لمستقبل اللعبة كمان لمستقبل اللعبة أستاذ رامي بيطار جاي يستثمر بهاي اللعبة أستاذ رامي بيطار عم نحكي عن نايب رئيس نادي الصفا صحيح الأول جاي يستثمر بهاي اللعبة يعني ان شاء الله رح تنرجع لأمجاد الماضي مع بونج بيروت مع ميادين أول شي عمل مؤسساتي بحت عمل شبابي بحت جاي بده يستثمر بهاي اللعبة نعم من خلال الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني الهولندي من مدرسة أجاكس أمستردام طلب منه أنه نحنا ضمن الخطة طويلة الأمد لنادي الصفا بدنا فريق فوتسال أو مديش ألك لازمنا لعب عمر 14 ل 16 ضروري يلعب فوتسال بالأول ضروري وهي المدرسة البرازيلية أكبر برهان من رونالد يينيو لرونالدو لروبرتو كارلوس لنيمار كله بيمرو بيمرو بهاي المرحلة من الـ 14 من الـ 14 من الـ 16 يعني دخوله على اللعبة مش دخول سنة وسنتين إن شاء الله دخول طويل الأمد بالإضافة فيه أمور إن شاء الله أسيوياً حيكون فيه تحضير إذا توفقنا بالبطولة هاي السنة أو إذا كان دورنا سنتيجي ما مش محدد البطولة بالحد الأدنى بدو يرفع يرجع لبنان عم نصات التتويج الأسيوية إن شاء الله أو بالحد الأدنى نروح نعطي صورة مشرفة طيب أحسين بكل صراحة أنت متابع الفوتسال من وقت طويل كتير بلبنان هاللعبة عم تتقدم عم تتراجع بعدها محلة فيه عوامل عم بتساعدها أو فيه عوامل عم بتضرة لا هاي اللعبة تتراجعت تتراجعت بنا نبلش من حقبة بروس كافي لحقاء صداقة أولسبور ميادين بونك بيروت كلهم معادوا موجودين اليوم كلهم معادوا موجودين إن شاء الله مع توفير حيكون العمل مؤسساتي وأنا بشجع يعني إذا بتيجي مؤسسة شركات يفوتوا يستثمروا فيها لها اللعبة هلا بتقلي ما عم تعطيهم إنكم هيدا شي اللي بيجي بدي يشتغل بالفتبول ما بدي ياخد مصاري بدي يجي يستثمر بقلب هاللعبة هاي اللعبة هي عبارة استثمر باللعبين يعني طلع جيل شباب نحن عم نروح من توفير للفول فيلد يعني في شيء مترابط مع بعض اللعبة تتراجعت أي تتراجعت أزمة كورونا كمان كبتنا شوية لورا خروج بونج بيروت والميادين أثر كتير على اللعبة يعني النهائي الموعود مثل ما بقول العالم لنصرته الزجدام اللعيب الأجاني كان من ميدة بونج بيروت أو من ميدة الميادين نزع أسامة كبيرة نزع أنجيلو كارو من أفضل خمس تأيب بالعالم هدف كأس العالم صح مهدي جافيد هيدا الشيء عطى انطباع للعالم أنه لأ في لعب جديد نحن من نزل محضرة تراجعت أوكي أنت عارف عنا وضع اقتصادي صعب في كتير أندية كانت عم تروح للانسحاب إذا بتعرف كيف ماشي الأندية بالفوتسال بشكل مخيف يعني على الأد على الأد عم بيمشوا الله يخلي مثل ما بقوله الأياد البيضاء بكل نادي أنت بتاكنت فوتسال برو كان فيه أيادة بيضاء ولا أنت من جيبتك لأنه الجمعة الماضية كان عنا مدرب نادي جونية منافسكم على السلسلة النهائية قال لي أنه نحن مجموعة شباب كنا نجمع بعضنا هلأ في بعض الأيادة البيضاء اللي عم بتساعدني أنا هعطيك قصة موضوع برو فوتسال موضوع برو فوتسال وقت نحل فريق الميادين أستاذ سليم عواضة مدير النادي راح أشتغل بلجنة كرات الصلت أشتغل صار بعيد عن اللعبة أما كنت عم أشتغل مع غير أندي هاللعيبة مجموعين هني سبع اثمان لعيبة نجتمعوا مع بعض هديك السنة صار في حل للجنة كرات الصلت أم نطربنا من أستاذ سليم أنه إحنا فريق حمين أستاذ فادي نعمة ما بدي يكمل بالفريق أم قلت له بدنا نشتغل أنا ويك مع بعض طالما أنت منك بلجنة كرات الصلت قال ما في مشكل جمعنا حالنا رتبنا حالنا كنا موعدين أنه إلا ما يجي حدا هيدا الفريق يساعدنا كان عم في قدامنا شوية خيارات هي خيارات صعبة أنه أنت بالنهاية عم بتحط حالك عم بتحط الفريق كله مع ناس يمكن أنت ما بتعرفها بدا تشتغل ما بدا تشتغل بدأ تستثمر ما بدأ تستثمر شي مغامرة يعني مئة بالمئة لأجأ أستاذ رامي عرضت عليه الفكرة رحب فيها كتير أستاذ رامي برجع حرج عيدة ما جاي يعمل رئيس ويفل أو جاي اللي يربح بطولي ويفل أستاذ رامي عنده مشروع استثماري بقلب هاي اللعبة مشروع وخاصة بموضوع الفئات العمرية يعني سنت الجاي هتشوف في إطلاق لفريقين under 18 under 16 بس في إلن بطولات يعني هم تطلقون رح ترجع البطولات ضعفة بمحل معين جعنا للسبع فرق نحنا بلشنا 12 فريق تمام فرق ضعفة بس إن شاء الله بترجع بتشد طيب الفوتسال اليوم إلى مستقبل بلبنان يعني هالتحضيرات وعودة المستثمرين هذا شي بيبشر بالخير بس هي كلعبة فنيا رح نحكي بعد شوي عن المنتخب والخطة الموضوعة في إلها مستقبل يعني بتدعي أنت هالشركات وما بدأ أحكي عن المصارف لأنه عندهم أزمة كبيرة بس هالشركات اللي قادرة أنه تصرف وتستثمر بالرياضة بتدعيوني يفوتوا على هاللعبة لأنه إلها مستقبل أكيد إلها مستقبل والدليل لعبة الفوتسال ما هتموت أصعب من سنة كورونا ما مرق وضع اقتصادي صعب كورونا الأمور ما حدا عارف الأمور ومتجها ومشيت هلأ بتقلي كيف طريقة لازم نكمل بهاي اللعبة في كتير أمور من المستثمرين اهتمام الاتحاد اهتمام أشخاص بحبوا هاللعبة بحبوا هاللعبة أكيد إلى مستقبل والدليل الدليل هلأ مين أفضل لعبان بالبطولة بكرة القدم كانوا بالفوتسال عم نحكي عن سيسي وعم نحكي عن كريم أبو زيد كريم أبو زيد ما بدأ أفضل لعبان من أفضل من أفضل اللعبة للعبة بالبسلسية صح الأبطال يعني هاي اللعبة ما عم توقف حتى أحمد خير الدين كمان أحمد خير الدين كان تيمكن حظوظه لأنه ما شارك قد الشباب بمركز وكان فيه لعبة أجانب بس الأمور واضحة هاي اللعبة بدأت تستمر هلأ بتستمر بنفس الوطيرة بشك ما في حدا عم بيجي يستثمر استزرامي إجاء استثمر إن شاء الله بيجي حدا غيره بكرة بيجرروا وراء بعض إذا كانت على السكة الصحية شركتان ثلاثة بتصير اللعبة بغير محل حسين غنام بصراحة مواجهة النهائة مع جوني فريد نجي من الأسبوع الماضي قال حزوز 50-50 أو 60-40 لتوفير أنت شو بتقولي 50-50 و60-40 لأله لجوني حرب نفسية عم تعملوها عندي لا مش حرب نفسية مش حرب نفسية أول شغلة كل مدرب بيشوف مثل ما بيقوله المباراة من منظره مباراة الفتصال التقليب بـ 11 ثاني بـ 10 ثواني وبـ 15 ثاني بعلمك بيكون 2-2 بتجد تلقى هدف الأمور كلها عندك بتتغير فريد نجي وعم بيحط على يدنا شوية الضغط أنا هقل له نحن هننزل نلعب البطولة وبدنا نربحها فريد نجي عنده فريق بيضم لعبين كتير جيدين وأنا عندي فريق بيضم لعبين جيدين أنا يمكن معي لعيب أو لعبين أكثر منه المنافسة بقلب الملعب ما بدي أحكي بالأمور الفنية عن هيد المباراة بدي أحكي عنا كمان بكرة نهاية كأس ضد الحرية صيدة مباراة وحدة كمان إن شاء الله فريق الحرية صيدة الفريق العنيد الذي يحترم فريق عاديك سنة لعب نهاية بطولة لبنان خسر من نادي الجيش والربح كأس لبنان دي سيني كان معه عناصر وهي السيني معه عناصر عنا مباراة بكرة منخلصها إن شاء الله نبلش نبطلع لقدي نبلش نحضر عندي سؤال مش مفارقة إنه الجيش يلي كمان فريق سابت والحرية اللي هني أفضل منكم إن كان على صعيد التحذير أو إن كان على صعيد الإمكانات يوصلوا جوني أوفير لا نحنا الجيش هو الفريق قلتلك أنا العربعة اللي وصلوا على الفاينيل فور هن أبطال بس في منهم بطل رئيسي نحنا لعبنا أصعب سريع مع الجيش نحنا تأخرنا بالسريع واحد سفر فتنا لعبنا سريع الفاينيل فور رجعنا تقدمنا اثنين واحد ولعبنا معهم نص نهاء الكأس وتقدمنا ورحنا لنهاء الكأس الجيش فريق يحترم الجيش صلوا عشر سنين متل ما هو بعده هيدا الفريق اللي صلوا عشر سنين مش مفارق أنه أنتو جوني تفوتوا على الفينال بدل الحرية والجيش كل العالم كانت توقع على الجيش حرية لا هاي السنة تقصمت اللعيبة هاي السنة الحرية كان بيضم كريم أبو زاد أحمد أحمد خير الدين وبلوطة محمد حمود اللي هلأ تعور مع المنتخب بالسفرة للأبد كانوا ثلاث لعيبة كتير جيدين يعني أحمد وكريم هن الطوب ون بلبنان بالفوتسال هاي السنة ما لعبوا معهم أحمد وكريم راحوا عن نجمة تراجعت حرية اشباري بالمقابل حسن زيتون كان يلعب مع الحرية عم بيلعب مع جوني هاي السنة اللعيبة تبدلت يعني برو مو توفير مو أربعة خمس لعيبة جوني مو أربعة خمس لعيبة الجيش مو أربعة خمس لعيبة حرية صادة مو أربعة خمس لعيبة مع الحمس يعني النخب توزع صار اللي بيخلص بأرض الملعب يعني الجيش تقدم علينا بالسرية 1-0 رجعنا قدرنا وهي من أصعب السريات فريق الجيش فريق مقاتل لآخر لحظة بدنيا حاضرين لو كانت السري خمس مباريات كانت الأمور حتكون أصعب وأصعب فيك تتوقع نتيجة السري النهائية يعني 3-2 3-0 3-1 ما بتحب التوقعات ما بحب التوقعات بس خلص بدك أنا بعضك أنا حاسس بدأت تروح لـ 3-1 3-1 لا واحد من الفريقين ولا لا توفير لا لا توفير طيب أحسين عن جد عم بحكي هلأ عمل لجنة الفوتسال بلبنان في البعض بينتقد البعض بيعمل نائد بناء البعض بيعارض هيدا العمل أنت صديقك استي السليم كان عضو بهيدا اللجنة وهيدا اللجنة أكيد متل كل اللي صار بالبلد ومتل كل الرياضات تراجعت إن كان بسبب الكوفيد وإن كان بسبب الأزمة الاقتصادية كيف بتقيم عمل لجنة الفوتسال بلبنان هنحكيه مثل ما بقوله هاكي من القلب للقلب أول شغلة بالنسبة لعمل اللجنة اللجنة ما فيها تعمل أكثر من اللي عم تعمله حتى الأمور تكون صريحة هلأ أنا عم بحكي وجهة نظري يمكن صح يمكن غلط بس أنا علي أحكي وجهة نظري اللجنة عم تشتغل جود بالموجود أوكي يعني بالإمكانيات اللي عندها هلأ في أشياء بتقدر تعملها أحسن بتقدر تعملها أحسن بس بلاك تطلع أنت قداش الإمكانيات يعني بدك نروح للمنطقة بدغري أو بدك للعمل اللجنة لا خلينا نحكي عن عمل اللجنة لأنه فريد انتقد عمل اللجنة فريد بانتقد كل شيء أوكي أوكي حتى نكون يعني فريد مثل العادي ما بيعيشبه شيء أوكي بجهله تحية أكيد وأنا كمان اللجنة عم تشتغل عم تشتغل بالموجود قد ما بتقدر قد ما بتقدر الاتحاد ما عم بيأثر معا بس مثل العادي نحن من فيق عطول المؤخرين هروح معاك للمباريتين المؤهلين لكأس العالم أنت معا خبر نحن لو طلعت الكرعة أنه نحن قبل فييتنام كنا فتنا على كأس العالم لو أول ماتش على أرضنا مش على أردن نحن عقول كنا فتنا على كأس العالم بس مثل العادي من فيق قبل بشهرين أو بتكون طريقة التحضير قبل بشهرين عطول حسب حسب الامكانيات بس بدك تجيب مدرب أجنبي ما فيك تجيب مدرب أجنبي أنت تحطه أربعة تشهر ما بتزبط بدك يكون عندها خطة سنة سنتين ثلاثة هلأ بقول لك تأخرنا تأخرنا لابدلنا الجيل هاي الغلطة اللي عم ندفع تمنا نحن يعني جيل قاسم وصان وخالد التكجة وهي سم عطوي تأخرنا لابدلنا بس كان فيه الناس عم تطلع يعني وقفوا بطولات الناشئين أو تأخروا السيدات معاد فيه يعني فيه مشاكل بالبلد طلعنا 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 عقاسيا مع قوتش طريق رزق عملنا نتيجة كتير حلوة خسرنا من الإيرانية بالإكسرا تايم طلع عنا جيل جيل جايخوري حسن علامة ستيف محمد حمود كان قادر يبلش الطريق بس هلأ ما فيه جيل اللي تعب بلش الطريق هلأ هلأ هيده شغلي كتير أنا بغلط فيها اللجنة تأخرت هلأ صير من الاتحاد أو من اللجنة هذا موضوع أنا ما فيني قايمه أنا عم بيجي أقولك هيده الجيل لازم يخلص بكير حسن زيتون على الحمسي أسم قصان حتى ما كون عم بنسى حدا هيده الجيل تأخر لأسم بهذه السفرة أو اللي قبل كان بعده عم بيلعب وعلى الحمسي نفس الشيء مش عم بيلعب لأنه بدون يلعب هو لازم يستلموا المنتخبات الوطنية اليوم لجنة الفتسال كان حسن ديب ضيفنا هون وقال إنه في خطة جديدة وعن نبليش نبني من أول وجديد والمنتخب هلأ في أغلبيته صاروا صاروا قلت لك أخر ولا بلشوا أوكي بس بلشوا برأيك هالمنتخب يلي فيه لعيبة من عندك فيه لعيبة من جونية فيه لعيبة من الجيش فيه لعيبة من كل الفرق هالمنتخب رح يكون إلو مستقبل لبنان رح يرجع مثل ما كان عم بينافس دايما لدخول لكيس العالم أول شغل نحن تأخرنا يعني نحن هيدا المنتخب لتبلش تحكم فيه اللي عم بيحكي منتخب حسن علامي ومجد حموش وإحسان البابا وهيدا المنتخب اللي كان بمنتخب الشباب وتأخروا محمد حمود لتأخروا باس الغساني حتى ما يكون عم بنسى حدا أبدا هذا المنتخب لازم يبلش كان من سنتان يتحضر عليه إذا المنتخب الأول عنده السحاء بيروحوا هن فيه بيتحضروا بيكون دوليا حتكوا أكتر أخذوا الخبرة اللازمة حتى تكون يعني مثل ما بيقولوا هيدا المنتخب بده سنة لنبلش نحكم عليه كل المنتخبات عم تتقدم كل المنتخبات عم تفوت بمعسكرات الخطة اللي حطى حسن دي بالفترة الأخيرة مثل تجمعات عمل أربع تجمعات خلال الدورة ضلوا اللعيبي مثل ما بيقولوا بالجو بس هيدا المنتخب بيقعد يتمرنا ستة شهر مع بعض لأنه منتخب جديد أنت بقى تقعد تعمل تجمعات بيكون هيدا المنتخب صلوا سنتين عم يشتغل مع بعض بتيتي بتعمله التجمع بس منيحة أنه تلموا حتى ما يتفرق كمين حتى يضل بالجو وحتى تكون مثل أنت عم تشوف اللعيبي إذا فيه لعيبي عم تطلع بقلب أنا بقول نحنا تأخرنا بس نحنا منقدر نكمل عنا في لبنان مواهب دي أخوري فيه قدر يرجع يشتغل السيفي قدر يرجع يشتغل فيه عنا لعيبي حناكل الكاف أوكي حناكل الكاف ببطولي ببطولتان شي طبيعي هيدا بس أنت بترجع بتكسب بتكسب على المدى الطويل ما فيك تجي هلأ تحاسبني أنت عمل منتخب صلوا ست شهر وشو رأيك بالمدرب الميدة الميدة ما شفت أنا خيره من شهره بس أنا أكيد بفضل يعني ضمن الخطة اللي اشتغلها كوتش حسان يرجع كوتش ربيعة وشعية بتفضل المدرب المحل أكيد أكيد اللي قادر يتعاطى مع العقلية اللبنانية اللي قادر يخلص ربيع أبن هلأ بس بركة مدرب لأنه لعيبي ناشئين بيقدر يفرض عليهم العقلية الأوروبية اللي بتوصلنا مش تعطول العقلية الأوروبية هي الصح نحنا في مدرستان بعالم كرة الصلاة المدرسة الأوروبية ومدرسة الجنوب أماركا اللي هي المدرسة البرازيلية وشرق آسيا أو إيران هؤل مدرستان هؤلاء بيعتمدوا على سيستم بيحطوا سيستم بعد سنتين بتاخد منتخب يمكن ما يكون عندهم سكلز هؤلاء بيحتبروا على المهارة الفردية مش بالضرورة المدرسة الأوروبية تكون الصح نحن عم نقول ربيع عبو شعية أنا كمثل العادي عم بعطيك وجهة نظري إن شاء الله تكون صح يجي ربيع بيستمم هالمنتخب بعد سنتين بتقدر تعمل تاخد سمرة أوكي بنهاية هالإطلالة هالإطلالة لألك حسين عبر الأو تي في شو بتوعد إدارة فوتسال برو توفير أو جمهوره ومش شايف أنه جمهور قليل شوي والاهتمام الأعلامي بهاللعبة قليل شوي اهتمام باللعبة كله قليل هلأ إن شاء الله أنا مجرد ما مجرد ما بلشنا نفوت على هاللعبة بلش يصير فيه مستثمرين جديد إعلاميا تتحرك لأن إحنا بلشنا إعلاميا شوي نحضر له الحضور الجماهيرة هلأ هاي السنة ما فيه لعيب حطوا لعيب أجنب بالفاينل سكس ما حدا كان قادر يجيب حضور العامل الأجنب كتير بيساعد هاي اتنين الثلاثة الحضور الجماهيري يعني بالفاينل بتضلك تلاقي أشخاص اللي هن قريبين هاللعبة أهل هاللعبة بالإضافة لأهل اللعبين بس هي كانت اللعبة يعني نحنا نقلين ثلاثة أربعة سنين نهائيات بطولية لبنان بانك بيروت الميادين بانك بيروت بانك بيروت وميادين المتش الخامس للعب على ملعب السد ما فيه محلة توقف صح بقبل بأربع مباريات العالم صارت لا نحن ما بنا نحضر على التيفي بنا نروح نحضر بالملعب قدي بدي يساعد الملعب نهائي تاريخي كان الملعب مسكر أنا هون بدي أوعد رئيس نادي توفير الأستاذ رامي بيطار ونقبل رئيس الأستاذ وائل بيطار بدي أوعدهم أنه إن شاء الله نحنا عم نشتغل لنجيب البطولتان على خزين النادي بالإضافة هن ما أثروا معنا من ولا ناحية لا مادية لا معنوية شو عم نطلق شو أهم عامل المادة للمعنوي الفني شو أهم الاستقرار الإداري المبني على العامل المادي نعم أكيد اللعيب بيرتاح مع العلم نحنا وصلنا منا بطل الرغيولر سيزن بطل الفاينل سيكس بدون استقرار إداري بدون بس نحنا اللعيب عندهم سأ عندهم سأ بس سألهم معك فترة طويلة عندهم سأ عندهم سأ وحتى هلأ عندهم سأ بالمشروع أوكي يعني تغيرت كل الأمور يعني احنا نزلنا أنه صار أنه قبل ما يجي توفير خسرتوا أول جيم كانت أول خسارة لألكم خسرنا أول جيم إن شاء الله بنرجع ورجعنا زبطنا الأمور ومشينا فيها للآخر وبعدهم إن شاء الله نعمل بطل الدورة وبطل الكأس إذا توفقنا إذا الله رأيك أهلا وسهلا فيك حسين غنام نتمنى لكم توفيق لألكم ولجونيا إن شاء الله تكون مباراة حلوة وترجع هاللعبة لأنه عن جد لعبة حلوة كتير أوكي مرسي إليك أهلا وسهلا فيك إذن مشاهدينا كان هيدا الجزء الأول من ريبلاي مع مدرب فريق فوتسل برو توفير حسين غنام بريك ومنكون مع البطل ورد سلمان مساء الخير من جديد عودة لريبلاي مع البطل اللبناني الواعدي اللي عم تحقق نتيج مميزة بلعبة التايكواندو عربيا وأسيويا وحتى دوليا ورد سلمان أهلا وسهلا فيك مرسي أهلا فيك ورد أول شي شو اللي بياخدك على أو شو اللي بياخد بنت على لعبة قتلية بتبرز فيها بتنافس بتروح بتشارك ببطلات شو اللي جيبك عالتايكواندو هلا هيدا قصة شوي يعني بتسيق بصدفة بلاش التايكواندو كان عمري أربع سنين كنت أعمل بالي مع رفقاتي البنات وما كنت كتير حب من البالي عالتايكواندو ما كنت كتير حب ألبوس التشوتشو والكلان وكل هول إخبار كنت حب واحد معي بالصف وكان هو شوي هيك طبوش سو أمو شايفت أنه التايكواندو بيضاعف بيساعد الولاد ينزلوا وزنون وهيك حطته بالتايكواندو والحقته على التايكواندو وما وقفت هو شو صار بطل هو يوقف هو يوقف وأنا كملت بس أنه I thank him كل يوم يعني على هل أنت بنادي الملساة اليوم نعم ورد بحياتك شو بتعمل هيك تنعرف الناس عليك وثاني شي لوين بديك توصل بالتايكواندو أوكي أول شي عمري 22 سنة هذيك السنة تخرجت من الأيوبي عملت بيزنس وقررت أعطي هالسنتين قدمة فيها للتايكواندو with hopes يعني نوصل على الأولمبيكس 2024 ببارس طب هيدا حلم حكي عنه رئيس الاتحاد دكتور زريفي من أول ما نتخب بالاتحاد أنه عندي رؤية 20-22 لا 20-20 نروح على توكيو صار في كورونا صار تأخرت كل هيدا الأمور كنا كتير قراب كمان أنه لبنان يوصل على الأولمبيك بتحسي أنه هالشي فينا نوصل أو هيدا حلم هلأ عم نقرب كتير يعني كل مرة عم نقرب أكتر هيدا كل الأولمبيكس يمكن ما توفقنا كتير من ورا كورونا وهيك مثل ما قلت بس بعتقد أنه هالسنة نحنا جاهزين أكتر مرة من كل السنين اللي قطعوا عم تحكي عن عن سئة عن احتكيك مع اللعيبة يعني كان بي مكدونيا كان بي كوريا جبتي برونزية بطولة آسيا جبتي فضية بدورة الألعاب الإسلامية جبتي بكيس العرب برونزية عم تحكي عن الاحتكيك عم تشوفي مستوى اللاعبات عم نقرب منه ولا تمنياتك أنه نربح عليهم بصراحة لا لا بكل صراحة يعني المستوى عم بيكون كتير قريب يعني الاحتكيك ما بقى عم بيكون أنه آه في هيدا اللاعب فينا أنه من نفس ضده بس عارفين حالنا خسرانين ما بقى فيه هالشي قبل كنا نلعب بهاي نفسية قبل كنا نلعب يمكن بنفسية أنه إذا طلع لك واحد كوري مثلا تقول أنه خلص خلص حاجر بأعمل قدمة فيه بس أنه عارف النتيجة هلأ ما مفكر به هالشي أبدا يعني بالعكس قادرين نقطع حيال لحدا بيصير معنى احتكيك ورد بصراحة يمكن بالوزن أنت وزن تحت 73 كيلو البعض بيعتبر أنه لأنه ما في منافس بهذا الوزن كتير حزوزكم أنه تربحوا أو توصلوا على الأولمبيك جيمز أو على بطولة العالم مع أنه هلأ صار فيه رانكينج وكل هاي الأمور بتخفف لك اندفعتك مظبوط هالشي أنه بالبطولات المحلية ورد ما عندها منافس إيه بالبطولات المحلية يعني بس بطولة لبنان إذا بدك بس بطولة أنترخ ناسيونال يعني الفريق المنتخب بيكون على كل الأوزن بيكون في لعب عكل وزن ما عم بتأثر عليك هاي الشغل لا أبدا نادي المولاصال شو عم بيقدم ليك أو ليه خترت نادي المولاصال هلأ أنا من وقتها ما بلشت يعني بلشت من أنا وصغيرة مع أستاذ نويل خيبر وهو متابع لنيادي المولاصال سو أوتماعتك لي كنت أنا متابعة لنيادي المولاصال وهو أحسن نادي بلبنان هلأ للتكوندو سباشلين لناس من عمري لأنه عنا كزا العيبة من نفس العمر ومن غير أوزن سوف فينا نتمرن سواء ونعمل إحتكاك سواء قبل ما نسافر عبوطولات ونعمل نتائج في لتيسيا كانت ضيفة عندنا قلت لي أواد بتمرن مع الشباب أنت كمان مجبوط ايه أكيد هيدا بيرفع لكم المستوى ايه طبيعي أكيد هلأ شوفي عندنا خبريني أول شي عن دورة مكدونيا جيوان عادة بيروت أوبن عم بتكون فيها مشاركة كبيرة بس ما شفناك بيروت أوبن عم تقدري تحقق الانجازات يلي نحن منطمح لها ايه هلأ بيروت أوبن اخر واحدة حصلت على الميدالية الفودية ما قدرت أحصل على الذهبية مخسرت مع الأردن على آخر جاوة هني أكتر شي عم ينفسونا بالمنطقة الأردنية مزبوط مزبوط بالماتش تاني ماتش كان سومي فينال كمان مع واحدة تانية تركية ولسوق الحظ خسرت على نقطة آخر نقطة وهي طلعت الأولى أوكي كان شوي بيأهر لأنه كنت قريبة كنت كتير قريبة وهي طلعت مركز أول مش أنه خسرت مع حدا ورجع خسر بعدين فهيدا الشيء كمان بيفرجيك قدين احنا راب وقدين مستوى تبعنا عم بيعلى كيف تتمرني يعني أول شيء الأهل بعرف نقطة الرياضة أو الرياضية تروح على بروفيسوناليزم يعني تكون محترفة بيصيروا قلولا درسك أهم أو جماعتك أهم أو مستقبلك أهم موجهة هذا الموضوع ايه أكيد بس أنه أهلي يعني بتشكرهم كل يوم على اللي عم بيعطوني لأنه عن جد ما بعتقد يعني بلايهم كنت قدر تقامل شيء هلأ مثل ما قلت لك هالسنة بعد الجامعة قررت أنه متفرغة للتاكواندو متفرغة للتاكواندو بشتغل شوي بارت تايم وهيك بس أنه ما ينلي هيدا شغلة يعني بتمرن مرتين بنهار صبح بعمل فتنس لي أفداني وبعد ظهر بكون تمرين تاكواندو عشية أوكي ما بدي أطلب منيك وعد بأنه ورد ووعد ما بدي أطلب منيك وعد أنه نروح على الأولمبيك بس عنديك مسيرة طويلة أول شيء كان الرانكينج تبعك بتصور 34 بالعالم قديت حسنتي هلأ سرت 20 20 يعني عم نحكي عن 14 مركز طلعت فيهم من وراء المشاركات الخارجية مزبوط قدي عم تستفيد من هاو المشاركات الخارجية التاني شيء هالكلفة المالية بهذا الظرف الاقتصادي مين عم يتحملها أهلك النادي سبونسور ما بعرف هلأ لردع أول شقفة من السؤال يال البطولات بالعكس كتير بيساعدونا لأنه كل ما تلعب أكتر كل ما يصير عندك خبرة أكتر كل ما تتعلم إشي أكتر وتنافس مع ناس غير يعني نحنا بالنادي بركة خمس أشخاص نتمرن كل وقت سوهم نعرف بعض كتير منيح سو لما تتعمل إحتيكيك مع حدا جديد بتتعلم إشي جديد ويعني بتصير أحسن اللفل طبعك أوتوماتيك لي كرميل قصة الدعم اللي عم بيسير هلأ مع وضع البلد يعني صعبت كير مثلنا مثل البقيين يعني بس أنه كلنا بنجرب ندعم بعض يعني إن كان النادي ولا إن كان أهلي ولا كان أنا هلأ سبونسورز للصراحة بعد ما ما في سبونسورز يعني بس أنا عم بيشتغل على الموضوع برسنلي لحالي عم جرب أعمل مثل بورتفوليو لسير ابعته لسبونسورز بس أنه الكل عم بيعمل قد ما فيه وهيدا اللي عم بيوصل السيدة ما بيوصل يعني بدنا دعم دولي ألا إي إنه إنه إي مفروض يعني يكون عنا دعم دولي بس بالظروف اللي عنا إياها هلأ ما فيها الدعم وبدنا نماشي حالنا يعني ما فينا نوقف كمانا تب خليني أسألك معنويا ورد يعني أنا دايما بسأل الأبطال اللي بيجوا معهم مدايات أو بطولات أو ألقاب إنه حدا تلفن لك قال لك مبروك ويزارة ما بعرف لجنة أولمبية أو يعني شي معنوي تتحس أنه والله عم بيهتموا فيه لأ صراحة ولا مرة يمكن مرة بعد الإسلامي جيمز وقتها جبت الميدالية الفضية وأحرزت لتيسيا على الميدالية البرونزية وكان فيه كمان طارق مصالي أحرز على الميدالية البرونزية وقتها جبنا هالنتيج استقبلونا على المطار بيسالون الشرف وقالكو مثل أنه بس أنه هذا دعم بس أنه ما كان فيه دعم حقيقي يعني بس بتحس أنه لازم يكون فيه سياسة شبابية يعني أنت اليوم عمري 22 سنة بيعز طلعتيك بعد تلعب 7-8 سنين تاكواندو يمكن مش على اللفل المحترف بس أنه بعد عندك قدامك مسيرة طويلة بتحس أنه لازم الدولة تعمل شي لتدعم هيدول الأبطال والبطالات اللي قادرين يحققوا نتيج أكيد يعني أنه أنه هو الدعم كتير حيفرو يعني نحنا هلأ تخيل يعني أنت لو معك مليون دولار هلأ أكيد بتوصلي على الأولمبيك جيمز يعني هي قصة مساري أنا هيدا اللي بقصله المساري جزء كبير من هالموضوع لأنه إذا عندك المساري خلاص بتريح بيلك أنه فيها البطولات قادر تلعبهم هي الموهبة بالأول والمساري تاني وبيصير في عندك مثل موتيفيشن بس تجيب ميدالية بتطلع لك بس تعمل يعني بتصير تحس بالريوود اللي عم بتطلع لك بعد ما تحرز على ميدالية أو تعامل نتيجة معينة هلأ نحنا كل شي عم نعمله هو لأنه منحبها للرياضة مش أكتر ومع هيدا الحب ما بيهمك الشهرة أنه ورد وصلت على الأولمبيك جيمز بدأ أكيد أكيد بس أنه أنا عم بعمل هالشي لأنه بحب الرياضة اللي عم بعملها مش لأنه بدي يصير مشهورة لكن فيه عمل شي بطريقة أهيان وصل على الشهر اتحاد التيكواندو شو رأيك فيهم اتحاد التيكواندو من بعد ما صار الاستاذ حبيب زاريف رئيس الاتحاد كتير تحسنه أول شي صارنا عم نلعب بطولة أكتر صار فيه بطولة دولية بلبنان عم تنعمل كل سنة اللي هي بيروت أوبن سو قد ما فيه الرئيس والاتحاد كله عم يجربوا يحصنون المستوى لنوصل على الأولمبيك وهذا اللي عم بيصير يعني هذا اللي عم نشوفه اليوم أنه يمكن من كم سنة لما كنا قبل ما يصير استاذ حبيب زاريف رئيس الاتحاد ما كنا مثلا جبنا نتيج ببطولة أسيا أو بالإسلامي أو أنه هلأ إذا مثلا شركنا بالقران بخي شهر الجي إذا لا أو لبنان جيب ميدالية ذهبية بأسيا سابقا كوزات زمني غلطان يعني كان التاكوانزو عم بيعطي بس أكيد مع حبيب صار أمور أهية ايو صاروا النتيج مور فريكن إذا بدك يعني بطل أنه نتيجة واحدة صار كذا حدا ليل ولا نوال مخيبر نوال عم تقولي لي رفقك من أنت وصغيري وبعديك معه وعم بيوصلك يعني مزموك في كتار كانوا بيراهنوا إنه لو منجيب مدربين مثلا ندي المولاسال جيب بفتكر حدا من إيران إذا ماني غلطان فرزات شو بتقولي له للا نوال وقدي بتحس بيراحة مع مدرب لبناني ولا بتفضلي مدرب أجنبي هلأ نوال يعني منجرب نتحسن سوه وهو عم بيتطور كل الوقت وأنا عم بيتطور معه هلأ أكيد دايما منيح يكون عنا حدا من بره أو حدا عنده خبرة غير لأنه نحن نقدر نطور حالنا أكتر لأنه نحن شوي إذا بدك بي لبنان limited بالأشي اللي منعرفها بالبطولات اللي جايبينها إذا بتجيب بطل أوليمبي يدرب الفريق غير من ما تجيب مثلا بطل لبناني يدرب فريق عرفتش أصدق سوأكيد أنا بشجع أنه يكون عنا كذا ندرب أو من كذا يعني نستفيد من كذا مدرسة على الأد ليطلعنا أحسن شي من كل واحدة ما نكون أنه من جهة واحدة عم نتحسن من التاني بتحسي بتا تكوني عم تشاركي برات لبنان بأنه المنافسات لإليك أحسن منيك يعني بعرف أنه بيكونوا بعثات في معهم طبيب معهم فيزيوتيرابيست يعني بتحسي أنه هني أحسن منك أنه أنا رايحة خليني أقول أنه مقطوعة أنه أنا وهيك ولا لا ما بيعنيليك هالشي هلأ هالشي واضح يعني ما فيه ما يعنيلي لأنه بشوفه قدامي أنه بكون مسافرين نحنا كفريق مع مدرب واحد وبيكونوا هني معهم مثل ما قلت قلت الطبيب والفيزيوتيرابيوت والدكتور والأسستنت كوتش وما بعرف شو والمعالج النفسي مزبوط مزبوط هيدا الشي بيأثر أكيد لأنه هني يعني هني شغلتهم يكونوا أثليت وبس يعني هو الأثليت بره شغلته يلعب خلاص مختلف يجيب المدل اللي بدي يجيبها نحنا بدنا نقعد نفكر كيف بدنا نعمل تيب لحالنا وكيف بدنا نحمي مزبوط وكيف بدنا يعني اللاعب اللبناني لما يسافر ما بيكون بس لاعب بيكون لاعب وفيزيو ودكتر وكل اللي سميتن هولة جواتنا يعني فهيدا الشي أكيد بيأثر بس بنفس الوقت بعتقد هيدا الشي كمين بيعطينا مثل بوش أنه نحنا مثل ما نحنا عم نقدر ننفس مع هول الناس اللي عندن هيدول الفساليتيز سو وات إف نحنا عنا هول الفساليتيز مع كل شي عم نعطي قد ما عقول نو صحيح ورد بصراحة في البعض بيعتبر أنا واحد منهم أنه الرياضة النسائية في لبنان بالألعاب القتالية مستويها أعلى من الشباب يعني منشوف الانجازات اللي عم بيحق أول صبايا أنت ليتيسيا كوزات يمكن فيه ميشيل سميحة بالزمانات جيب ميدالية طارق وما بدا يكون عم بنسى حدا يعني هالشي بتحسو ولا لأ المنافسة برع على صعيد الشباب أعلى من البنات ولا لأ هالشي موجود شوي بس ما بعرف شو السبب يعني أنه لنحن نكون البنات عم نبرز أكتر هلأ يمكن المنافسة انترنسيونال للشباب أصعب أصعب بعتقد يعني بس ما بعرف شو هو السبب لأنه كمان فيه لعبين بنات كتير قوية يعني مش أنه نحن عم نلعب ضد ناس أقل مستوى أو شي دائع يعني أنت مثلا بالأردن سنت الماضي رحوا على الألعاب الأولمبية فرقت على جيم مزبوط مزبوط ما بعرف شو هو السبب يعني بتحسي هيدا الشي إيه أكيد يمكن كمان لأنه العدد تبع الشباب أكتر أكتر لما نسافر على بطولة يمكن أنا يكون عندي مثلا أربعة فايتس لأوصل على الفينال يمكن يكون عنده ستة أو سبعة منفوز نفس العدد من الفايتات بس هو عنده اللاعبين أكتر عوزنه خبريني هلأ الطريق لباريس 2024 كيف بدأ تبلش معك يعني هلأ ما كان خلصوا خلصوا بطولة لبنان مزبوط بلشنا مشاركات خارجية مزبوط هل هشي دومن البروغرام المعمول لإليك للوصول للأولمبيك أكيد ولا في شي بعد على الطريق أوكي هلأ لتوصل على الأولمبيك بالتاكواندو في طريقتين أول طريقة هي تكون واحد من الطاب سكس مصنفين عالميا أوكي وهيدا صعب علينا أوكي ولا بيوزنك ولا بيوزنك ممكن مش بالضرورة حسب كم بطولة بتلعب أوكي سوناحنا كلما نشارك ببطولات أوبن مثل لعبتها هلأ بمسيدونيا وغيرها قادرين نجمع بوينت أكتر بعد end of May بعد شهر عنا بطولة عالم بطولة عالم فيها كتير بوينت كمان إذا منجيب نتيجة فيها قادرين نعلي رانكينج تبعنا إذا وصلنا لإخر السنة ونحن بالتوب سكس نتأهل على الأوليمبيكس أوتوماتيكلي سوهيدا أول هدف عنا إذا ما مشي حال هالهدف بلان بي هو التصفية مثل مصارب الأردن وقتها توكيو 2020 سو نلعب تصفية آسيا ويلي بيطلعوا أول وثاني هني يلي بيقدروا يوصلوا على الأوليمبيكس هلأ بهيدا الموضوع يلي معقول نستفيد منه هو إذا المصنفين على وزنة توب سكس هني من آسيا ساعتا ما بيكونوا معي بالتصفية أوكي سو بالتصفية عندي مور تشانس بس أنه هولي ما فينا تبريدكت دم من هلأ بس نحن هدفنا الأول نكون بالتوب سكس وإذا ما مشي الحال عنا شانس تانية أنه نربح بالتصفية مين غير الأردن بالدول العربية بنفس لبنان للوصول للأوليمبيكس هي التصفية تمنى دول عربية بعرف بس عمقول أنا أنه نحن بالمنطقة هون الأردن أكتر شي بنفسها الأردن أكتر شي دفنت لي فيه كمان المغرب منح بس الأردن أكتر أكتر بلد عم بيجيب نتائج هلأ كبلد عربية ورد قبل بطولة دولية بتتحدري غير بطولة لبنان ولا التحضير عندك هو ذاته يعني الريتم تبع التمانين بيتغير ولا هو ذاته هلأ أنا الريتم تبع تمريني دائما نفس الشي لأنه لا أعتقد أنه مثلا إذا عندك بطولة إذا بتتمرن قبل بشهر بتربح هو التمرين بيصير تراكم بيتغير الريتم التمرين بيتغير شوي إذا بدك طريقة التمرين بس أنه ما بزيد التمرين أولا دي بتمرن مارتين بنهار بيضلن نفسهم بس يمكن الانتنسيتي بتزيد بس أنه لا مينلي بيضل نفس الشي قبل البطولة يمكن بحضر ماي فايتس بشوف أغلاطي بذبطهم بركز عقشة معينة أنا بدي أذبطهم قبل البطولة مين بيصور لك الفايتس طب أولك الفايتات الانتغناسيونال بيكونوا على يوتيوب على يوتيوب يعني بترجع بتشوفيهم خلينا أسألك سؤال شي مرة فكرت بي مثلا زوري طبيب نفسي يساعدك بي المباريات اللي تكوني عم تلعبية أو بالوضع اللي بتكوني فيها لا في البعض بيفتكروا انه هيدا شو عم بيحكي بس هي التركيز والتحذير بده هيدا الشي هلا أنا أورادي بشوف حدا يعني الطبيب نفسي سو بنشتغل على الموضوع صوى يعني سباشلي انه أوقات مثلا بالتمرين يوفر أحسن من بالكتولة من الماتش صح من وراء السترس من وراء كذا شغلي سباشلي لما نكون ساعدك الشي أكيد ساعدني بعد عندي كتير شغل يعني لأوصل اللي بدي أوصل له بس انه دافنت لي صار تلاحظ اشياء وقدر تتحكم فيها من وراء من وراء هالشي تنختم أنا وياكي الاعلام بالبنان كيف بيهتم فيكم يعني بتحس انه عم بيهتموا بورد ورد عم تعطي بلدها ورد عم بتجيب نتايج عم تتعذب عم تتمرن بالمقابل بتحس انه عم بيعطوكي حقك ولا للصراحة هيك و هيك يعني حسب حسب البطولة حسب النتايج بس انه ما في دايما هيدا الدو على اللي عم نعمله يعني شو بتطلبي منهم للإعلام للجمهور لا عن جد ما عندي يعني طلب معين بس انه اذا بيوسقوا فينا وبيوسقوا انه معقول نوصل على النتايج اللي بدنا نعملهم الدعم اللي حياتونا ايه بيساعد اكتر من ما بيتخيله انا بدي اتمنى لك توفيق ورد لانه عن جد عم تعملي نتيج كتير حلوة للبنان بدي اتمنى لك توفيق ان شاء الله منصط ضيفك تكون تأهلتي على الأولمبيج جيمز او ترجع بمداي من بطولة العالم ان شاء الله مرسي اهلا وسهلا فيك مشاهدينا هيدا كانت حلقتنا لليوم الأسبوع الجاية رح نحكي عن اللجنة الأولمبية اللي فيها خلفات كبيرة ويلي يبدو انه صارت بوضع الموت السريري الى اللقاء اشتركوا في القناة